المقترحات الإيرانية في المحادثات النووية غير مقبولة هذا ما قاله موقع أكسيوس نقلا عن مصادر ديبلوماسية مقربة من محادثات ديينة بشأن الملف النووي الإيراني المصادر ذاتها قالت إن إيران والإيرانيين بالغوا في مطالبتهم في تخفيف العقوبات مقابل قيود أقل على برنامجهم النووي من جانبه قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن المفاوضات النووية ستتوقف اليوم لسماح للدول الأوروبية بتقييم المقترحات التي قدمتها طهران وفي خضم تعقد المشهد جاءت تهديدات إسرائيلية قوية تؤكد أن الجيش بدأ بالفعل بتدريبات تشمل توجيه ضربات عسكرية للبرنامج النووي الإيراني ما أبرز العقبات وما خيارات كل طرف وكيف سيتم التعامل مع التهديدات الإسرائيلية محادثات أحياء الاتفاق النووي التي توقفت خمسة أشهر استمرت في جولتها السابعة خمسة أيام ربما ليس للأرقام دلالة هنا لكن للنتائج فجميع هذه الجولات اختتمت بالإيحاء إلى أن أجواءها كانت إيجابية لكن الوقائعة تقول العكس هذه الجولة توقفت وفق الإيرانيين لإعطاء فرصة لممثلي الدول المشاركة فيها لدراسة مقترحات طهران حيث قدم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقلي مقترحين الأول يلخص وجهة نظر إيران بشأن رفع العقوبات عنها والثاني يتعلق بأنشطة إيران النووية والقيود عليها في المقابل كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن المقترحات الإيرانية المقدمة غير جادة ولا مقبولة نقلاً عن ديبلوماسيين أوروبيين مطلعين على المفاوضات وأوضح الموقع أن القراءة الأولى للمقترحين الإيرانيين تشير إلى أن الفجو بين طهران والعواصم الغربية واسعة جداً ويصعب سدها وكشفت ديبلوماسيون الأوروبيون أن إيران زادت مطالبها بتخفيف العقوبات مقارنة بالمتفق عليه في الاتفاق النووي وقالوا أيضاً إن الإيرانيين أزالوا من مقترحهم الجديد كل التسويات المتفق عليها بشأن القيود على برنامجهم النووي أمام هذا الوقع تنتهي الجولة السابعة بموقف إيراني أقل مرونة وبمقترحين للدول المشاركة في المفاوضات لدراستهما أو تقديم بديل عنهما للحديث أكثر معنا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك عماد أبشناس ومن واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد وايس أهلاً وسهلاً بكما أبدأ معك أستاذ عماد نتابع الآن حتى في ردود الفعل ونتابع على شريط الأصفر مصادر ديبلوماسية تقول الأوروبيون يعبرون عن خيبة أملهم وقلقهم خلال المناقشات حول النووي الإيراني لماذا أدخلت هذه التعديلات وهذه المسودات اليوم التي على ما يبدو حتى لو لم يقلها أنريكي مورا يبدو أنها لم تكن فيما تم الاتفاق عليه في جزرولات الستة الماضية التحيات لك كارولينا والسيد ريتشارد والمشاهدين العزاء في الواقع ليس هناك أي الزعم لإيران أن تقبل بما تم البحث فيه أو مسودة الاتفاق في الجولات الستة الماضية لأنها حينها حكومة الرئيس الروحاني أعلنت أنها سوف توقع على ذلك الاتفاق والأمريكان هم الذين قاموا بإفشال كل شيء وفجروا ونسفوا كل شيء بإصرارهم على إدخال الملف الصاروخي والنفوذ الإقليمي الإيراني في المفاوضات ونسفوا كل شيء حينها وانتهى الأمر اليوم الأمور المتفق عليها فقط في الجولات الستة الماضية هي فقط موضوع حوالي الألف ومئة عقوبة رفعها عن إيران وليس غير ذلك يعني لم يكن أي شيء آخر تم اتفاق عليه حينها واليوم إيران في الجولة السابعة حسب ما أعلن في هذه المقترح الذي قدمه السيد باقري تطلب رفع جميع العقوبات دون استثناء عن إيران وليس تعليقها أو تخفيفها حتى تقرير الذي قرأتهم عن أكسيوس هو غير دقيق يعني إيران لم تطلب تخفيف العقوبات إيران تصر على ضرورة رفع العقوبات بشكل كامل وبشكل ملموس وعملي وفي المقابل هناك رسالة ثانية قدمها السيد باقري وعلى أساسها تبقى لرفع العقوبات إيران تعطي جدولا بالعودة إلى تنفيذ تعهدتها في الاتفاق النووي ولكن هنا نقطة مهمة وأساسها هو الضمان الذي سيقدمها الطرف المقابل بأن الولايات المتحدة لن تعيد الكرة مرة ثانية وتخرج عن الاتفاق النووي وتعود بالعقوبات على إيران وهذه النقطة الشائكة اليوم في الواقع إيران مستعدة لكي تنفيذ تعهدتها في الاتفاق النووي ولكن لن تنفيذ تعهدتها بشكل لا يمكن العودة عنها في حين أن الولايات المتحدة تستطيع أن تعلق أو ترفع العقوبات ثم يأتي رئيس ويعيد جميع هذه العقوبات بشطبة قلم طبعا هذا غير منطقي إيران تدمر مخزونها من اليورانيوم هي تخصب أستاذ عماد على وقع هذه المفاوضات الحاصلة في فيينا كانت تخصب في فوردو وغيرها بنسبة 20% لكن دعني أدخل في نقاشنا أستاذ ريتشارد وايتس حسب القوانين الدولية فقط كارلين لحظة حسب القوانين الدولية إيران يسمح لها يسمح لها طيب ولكن البعض اعتبر أنه ليس هناك حسنية يا أستاذ عماد بالتخصيب حتى التخصيب لا حتى التخصيب فعلى وقع المفاوضات هنا أيضا نقطة لا تبشر بأنه إيران تريد فعلا العودة إلى مفاوضات أستاذ ريتشارد ما رأيك كيف سيكون الموقف الأمريكي اليوم مع كل المحاولات والرسائل التي أرسلتها إدارة بايدن لإعطاء هذه المحادثات فرصة والآن هناك مصادر من الأوروبيين ومن البريطانيين يقولون أنه هناك خيبة أمل من هذه الجولة ومن التغييرات التي أدخلتها إيران طبعا لقد أوضح السيد عماد حقيقة بأن هناك خلافين كبيرين ومهمين بين موقفين الولايات المتحدة وطهران الوفد الإيراني كان يسر على أن كل العقوبات التي فرضت من 2015 بأنه ينبغي رفعها تماما بينما الولايات المتحدة تريد أن ترفع فقط العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي وإيران تريد أيضا ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب بينما الوفد الأمريكي قال بأن هذا مستحيل أنا لا أعرف كيف ستسد الفجوة بين الطرفين فلو مثلا أعيد انتخاب ترامب سينسحب من الاتفاق أو أي اتفاق بكل تأكيد والكونغرس لن يوافق على رفع بعض العقوبات على إيران إذن سيكون هناك ربما بعض الحلول الوسط والمساومات بين الطرفين على هذين الأمرين القضايا الأخرى موجودة وأعتقد يمكن التغلب عليها لقد رأينا إدارة بايدن بأنها لا تدفع من أجل مثلا التقييد على أو الحديث عن الصواريخ الباليستية قريبا وبسرعة ولكن بشأن ضمانات على أحدهم أن يقدم تنازلا للتوصل إلى اتفاق سيد عماد خلال إجابتك الأولى تحدثت عن أن الوفد الإيراني وإيران يعني ليسوا ملزمين بقبول ما تم بحثه في الجوالات السابقة ولكن هذا الشرط العالي السقف من الجانب الإيراني البعض يقول أنه فقط لكسب الوقت لأنه معروف أنه لن يتم القبول بهذه الشروط ولن يقبل الجانب الأمريكي رفع كامل الشروط والعقوبات كارولينا دعيني أوضح هذا الأمر الذي تم الاتفاق عليه في الجولات الست الماضية كانت ألف ومئات عقوبة قالت الولايات المتحدة أنها من الصعادة التي ترفعها ولم يتم الاتفاق على شيء آخر هناك مواضيع أخرى لم يتم الاتفاق عليها فقط تم بحثها اليوم يقولون بعض وسائل الإعلام وبعض الأوروبيين يجب أن نبدأ من حيث بحثنا الإيراني يقول نحن فقط اتفقنا على رفع العقوبات لم نتفق على شيء آخر في هذه الجولات الست أما بالنسبة لموضوع تخصيب اليورانيوم والخطوات التي تحصل اليوم عمليا إيران المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلن صراحة أن إيران لديها التكنولوجيا لتصنيع السلاح النووي منذ مدة طويلة يعني منذ سنوات لربما أو منذ أشهر أنا لست خبيرا في هذا الشأن ولكن حسب كلامه هو قال نحن لدينا هذه التكنولوجيا ولكننا لم ولا نريد تصنيع هذا السلاح اليوم إذا ما كانت إيران تقوم برفع مرسى وتخصيب اليورانيوم هو أولا وفقا لجميع المقررات القوانين الدولية التي تسمح لإيران أن تخصب اليورانيوم على أي مرسى وتحتاجه أن يكون لديها أجهزة طرد مركزي بأي موديل تحتاجه ويكون لديها برامج نووي كامل إيران في الاتفاق النووي قبلت أن تحد من برامجها النووي مقابل رفع العقوبات عن إيران إذا لا يكون هناك رفع عقوبات عن إيران لماذا على إيران أن تحد من برامجها النووي وتحد من حقوقها الدولية هذا ما يقوله الإيراني عبر زيادة تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة إذا تم الرفع العقوبات عندها إيران سوف تعود لما هو موجود في الاتفاق النووي ليس أكثر من ذلك سيد ريتشارد ما رأيك؟ هل اليوم المواقف الأمريكية إن كان للجمهوريين أو للديمقراطيين موحدة فيما يتعلق بالعقوبات؟ لأن البعض يقول أن حتى هذا عدم التوافق الداخلي الأمريكي أيضا يعطي إيران مزيد من الوقت للمناورة في هذه النقطة تحديدا أود أن أقول إن هناك إجماعا بأنه لا يمكن رفع كل العقوبات هناك بعض الديمقراطيين التقدميين يدعون لرفع العقوبات ولكن الجمهورين والديمقراطيون عموما في الكونغرس لا يمكن أن يقوموا بذلك هناك خلاف وانشقاقات بشأن ما سيعطى فلا يزال هناك أتباع ترامب من الجمهوريين الذين لا يريدون أي نقاش أو محارثات مع إيران وهذا نعم ربما سيسمح لإيران بأن تستغل هذه الانقسامات وهذا لا يمكن التهرب منه بكل تأكيد وأيضا هذا ربما سيقدم فرصة بأنه إذا لو أن الحكومة الإيرانية مثلا قدمت تنازلات بشأن بعض القضايا فربما هذا سيكون كافيا لأن يستمال الكونغرس ليوافق على ربما تخفيف بعض العقوبات ليس كل العقوبات ولكن هذا سيساعد الاقتصاد الإيراني ولا يكون هناك حرف الشرق الأوسط طيب أستاذ عيماد أود أيضا أن أتحدث معك عن هذه الأخبار التي تأتي اختتمت المحادثات في فيينا قبل أقل من ساعة تحدث المستشار الأوروبي هناك مصادر ديبلوماسية غربية تتحدث أيضا عن أن بعض الاقتراحات المقدمة من إيران غير متوافقة مع الاتفاق النووي كيف نفهم ذلك؟ هذه المقتراحات في بداية حديثنا أنا قلت لك أحد المواضيع المهمة اليوم والمطروحة اليوم هي الضمانات التي يجب تقديمها لعدم خروج الولايات المتحدة مجددا من الاتفاق النووي وفرض الأقوبات مجددا على إيران بالنسبة للأمريكان لا يستطيعون أن يقدموا هكذا ضمانات طبعا هناك في الاتفاق النووي أقسام من هذا الاتفاق تفرض على إيران مثلا إيران اليوم لديها لنفترض ألفين كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بالنسبة 5% يجب أن يكون هذا اليورانيوم 300 كيلو بالنسبة 3.67% وعلى إيران أن تقوم ببيع أو تدمير هذا اليورانيوم أو أكسادته كما يقولون طبعا عندما تقوم إيران بأكسادة هذا اليورانيوم تكون قد خسرت اليورانيوم ولكن الأمريكان ممكن لهم في لحظة أن يعودوا بالعقوبات على إيران بما أنه ليس هناك ضمانة اليوم إيران تقول أنا هذا اليورانيوم أجهزة الطرد المركزي الحديثة وغيرها نستطيع أن نقوم باتفاق عليها مثلا أنا أقولها نضعها في مكان تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية لا تكون بيد الإيرانيين تبني ما لا تركز فقط على رفع العقوبات المتعلقة بالنشرة النووي أستاذ عماد يعني لإظهار حسن النية لتقريب وجهات النظر الموضوع ليس نعم الموضوع ليس موضوع رفع العقوبات بالنسبة للإتفاق النووي عام 2015 كان يجب أن تقوم الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات عن إيران العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي عن إيران ولا تعيد فرضها بأي عنوان آخر وهذا منصوص في الاتفاق النووي الذي حصل أن الولايات المتحدة عام 2015 قامت برفع هذه العقوبات رسميا العقوبات الأممية تم رفعها الولايات المتحدة قامت برفعها ترامب أعاد هذه العقوبات بعنوان مختلفة أخرى مثل موضوع مثلا الذي يدعون أنه دعم للإرهاب أو نفوز الإقليمي أو البرنامج الصاروخي أو غيرها اليوم إيران تقول هذه العقوبات التي قامت الولايات المتحدة بأعادتها هي نفس العقوبات فقد قيرت اسمها وعلى هذا الأساس يجب أن ترفع وهناك أيضا عقوبات أخرى فرضتها الولايات المتحدة تتناقض مع العقوبات النووية يعني عمليا اليوم حتى لو قاموا برفع العقوبات النووية عن المصرف المركزي الإيراني هناك عقوبات مترادفة تفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني وهذا يعني أن العقوبات لم ترفع هذا ما تقوله إيران سيد ريتشارد بلينكين بالأمس قال لا تستطيع إيران أن تحافظ على الواقع الراهن يعني بناء برنامجها النووي تباطئ في المفاوضات وهو أكد أن هذا أيضا موقف الأوروبيين وموقف الروس واليوم أتينا إلى انتهاء الجولة الأولى من الجولة السابعة فلنقل ما خيارات الولايات المتحدة اليوم هي التي تحاول يعني في معلومات لسكانيوز عربية بأنه هناك زيارة لرئيس المساد وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي الاثنين إلى واشنطن يعني قبل استئناف ربما الجولة الثانية من هذه الجولة السابعة ما الذي يمكن أن تقوم به إدارة بايدن في هذا الوقت في حين كل وفد يدرس المسودات الإيرانية بعيدا عن دراسة المسودتين فأعتقد بأن الإدارة ستفكر في كيفية جمع الدول الأخرى وراء الموقف الأمريكي طبعا الأوروبيون مهمون جدا أعتقد أن روسيا والصين ربما ستلعبان دورا مختلفا وليس واضحا مدى التوتر والأزمات بين الدولتين بين المتحدة ودولتين وما إذا كانت هذه القضايا الشائكة ستؤثر على هذا الموضوع ولكن الواشنطن تريد أن تتعاون الدولتان معها بكل تأكيد أظن بأن الإدارة ستتحدث مع الإسرائيليين بشأن خيارات أخرى لا أعتقد أن إدارة بايدن تدعم التدخل العسكري أو التحرك العسكري ضد إيران وستحاول العمل مع الإسرائيليين حتى لا يكون هناك حل عسكري وليكون الضغط على إيران ولكن أعتقد بأنها ستحاول بأن يكون هناك تمديد للمفاوضات قبل القرار بشأن هذه الخيارات شكرا جزيلا لكم من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد وايتس وكان معنا أيضا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك عماد أبشناس شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر